غدا يعود التلميذ إلى مدارسهم بعد عطلة الشتاء وستتواصل العملية التعليمية بنظام الأفواج وقد استفادت بعض المدارس بجهات مختلفة من الجمهورية بأشغال سيانة وتهيئة في إطار الحملة الوطنية لنظافة وسيانة المؤسسة التربوية التي أطلقتها وزارة التربية منذ آخر ديسمبر المنقذ في حين بقيت مدارس أخرى وإلى حد اليوم في حاجة إلى التهيئة وتسعى وزارة التربية إلى تطوير آليات جديدة ومن بينها تطوير التعليم عن بعد إضافة إلى إطلاق القناة التلفزية التربوية بداية من شهر جانفي الحالي وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتماد نظام عودة الطلب عبر فوجين بداية من يوم غد نظرا للوضع الصحي الاستثنائي وحرصا على مزيد الاحتياط والتوقع من خطر كوفيد-19 وستكون يوم غد العودة إلى مقاعد الدراسة بالنسبة للفوج الأول المتمثل في الطلب المعنيين بمواصلة الدروس لإتمام برنامج التكوين في إطار السوداسي الأول تبقى لما تم برمجته على مستوى كل مؤسسة جامعية وسيلتحق الفوج الثاني المتمثل في الطلب المعنيين بالدخول مباشرة بعد العطلة الجامعية لجسياز امتحانات السوداسي الأول بمقاعد الدراسة يوم الخميس السابع من جنف في الجاري وذلك بعد تعديل رزنامة الامتحانات على ظوء هذا التأجيل كما أكدت الوزارة أنها في حالة متابعة دقيقة للوضع الصحي من أجل إنجاح سير الدروس والامتحانات وضمان سلامة كافة الأسرة الجامعية أي لا وتنهل حرصها على مزيد الاحتياط والتوقع من خطر كوفيد-19 شكرا